السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي في قناة الوجديه اتمنى تكونوا بخير وعلى خير متتبعي الكرام اه بالنسبة للصرف الدفعة الثالثة بالنسبة للناس ديالتها دعم ونقطع غير مهيكل ونص الرميد بضاء البارح يوم الخامس ستاش يوليوز الفين وعشرين هما كما كتلاحظوا معي في هاد البلاغ اللي كانوا اه صفته لنا بش هكا احنا الناس يقرأوا المسائل اللي متعلقها بهاد الدفعة الثالثة كانوا دارو اه تمنتاش يوليوز الفين وعشرين يعني غدي تطيح بنهار السبت ولكن اللي لاحظنا انه اه عدة اشخاص تلقاوا الكود ديالهم اه في الليل مع مع تسعة ومع العشرة ديال الليل النهار الخميس يعني البارح وكان الناس ليجاهم الكود اه في الصباح ديال الشمعة يعني مع ثلاثة ديال الصباح مع الربعة ديال الصباح لهذا اخواني اخواتي ارتائت انني ضروري ما ندير هاد الفيديو باش توقعوا ترقبوا الهواتف ديالكم انا سراحة شفت اه عدة قنوات اللي اه لونسوا هاد الخبر ولكن ما كانش عندي شي خبر اه ما يقون اه حيث ممكنش غي اي خبر نشوفوه الندو نهضروا عليه اه ولكن القنوات اللي اه دارت هاد الخبر قنوات اه لي موثوقة وكذلك عندها صمعة طيبة اه اليوم في الصباح انا اتصلت بالناس اللي كان عرف واكدوا لي الخبر واحد سيدة اه اه اكدت لي الخبر انها توصلت وخلصت تقع فلوسها عيت الوالد ديالي باش نسولو كذلك اه قل لي راه اسمع بي انه كان الناس اللي اه يعني يتلقوا الكود ديالهم وهو ما زال يعني كان اشخاص اللي يوصلهم واشخاص ما زال ما وصلهم لهذا الى ما وصلكش الكود اليوم ما تقولش راه مش عالحال ولا شي حاجة وقد تقلق كين الناس اللي راه معاد كيدفعوا اليوم راه الجمعة حتى ال 12 ديال الليل عاد را عندهم لحق انهم يزيدوا يدفعوا المساج ديالهم يعني رقم بطاقة الوطنية ديالهم الرقم 12 ديالهم يعني ما زال غير لجنة ليا قضاء بغا تسبق شي ناس اللي كانوا بدوهما اللوالا هكا باش تنقص عليها وحتى الشبابيك ما يعمروش وغادي نشارك معاكم امتلة ديال الناس اللي وصلهم هاد الكود فمثلا هاد الشخص راه وصلوا المساج ب 16 جوي 2020 كما قلت لكم نهار الخميس وهاد الشخص حتى هو وصلوا 16 سبعة 2020 مع تسعة ونص ديال الليل ورهم كيكتبوا حتى الوكالة اللي تمشي لها بحالهم رهم هنا يكتبوا له وكالة البريد كاش هاد السيد كذلك جاه المساج مع الحداش و 53 دقيقة 16 سبعة 2020 هاد الامثلة اللي اعطت لكم بحال متلا هاد السيد احت هو مع العشرة ونص رهم ديري اللو شبك البريد بنك معناتها الانسان غير راقب الهواتف تلكم عندك كنتم نصحوا شي ميساجي يحسب لكم ديال الاتصالات او لا شي حاجة امين وصلكم ميساج خذكم تكونوا حذيرين اه الله الموعين اه انا ارتائت انني ندير هاد الفيديو من حيث اه كان بزر ديال الناس اللي غد يبقى بسنة واحد ثلاثة وثمانتاش في الشهر وهو ما رهم بدوا وكي يصرفتوا يعني ما واش يكون عندهم الخبر غير بالنسبة للناس اللي ما وصل لهمش يعني جواب على طالب ديالهم اه ما تمركاتش عندهم واحد الميساج اللي كي يقولوا لقد تم قبول طالب يكم او تسجيل طالب يكم هنا هاد الناس ما يخافوش كيما قلت لكم هاد السيدة هادي را هم ماردوش قاعلي هما صفتوا لهاش ميساج قلوا لها انا الطلب ديالها تتقبل واليوم والبارح كانوا صفتوا لها الكود واليوم في الصباح را مش هتخلصت فضيساتها يعني وخه ما يردوش عليكم را هم مركاوكم غير المهم تأكدوا مزيان ان الميساج ديالكم راه داز الى الميساج ديالكم فات صيي هاداك هو المهم راه 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 غدي تمركة عندهم راه غدي تسجل عندهم واحد النوبدة صغيرة على حسب صحاب لا سنسيس كانوا كان نورمال مو مبرمج اه خمستاش سبعة الفين وعشرين يبدأوا يلونسوا لهم حتهم لسالاغ ديالهم اه الدعم اللي كان دار ديال الفين درهم اه ولكن تأخروا علينا حقيقة ده براحنا سبعتاش مازال ما توصلنا تبشي حاجة ولكن يمكن هادا هو علش تأخروا بغاو يسبقوا الناس انتع تدامون اه ويخفو شوية على الشبابيك الوتوماتيكية ومبعد عاد يلونسوا للناس ديال للسنسس يعني غير ما نتقلقوش كيما اقول لكم المهم انا الدفع الرابع عرها كينا بدليل يعني ديال التصريحات وديال الوزير الاول ويكون الخير ان شاء الله انسان غير يزيد يسبر اه انتمنى ان شاء الله هنا الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم ما تنسونيش بالدعم ديالكم خليوا ليجا وبالنسبة الناس اللي اول مرة يدخلوا عندي القناة سنقولهم مرحبا وارفو مرحبات اعبونا وفعلوا الجرس باشي وصلكم كل جديد الى اللقاء